على عكس فترات سابقة شهدت أسعار العملة الأوروبية اليورو ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء خلال الأسبوع الأخير إذ بلغ سعر واحد يورو ما يقارب 220 ديناراً جزائري غير أن السعر صرف اليورو في السوق الرسمية استقر عند 147 دينار ارتفاع أرجعه الخبراء إلى زيادة طلب على اليورو بعد الإنذار الأخير الموجه إلى أصحاب الأموال المكدسة لإدخال أموالهم إلى البنوك من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كثير يعيد يعني يرجع السبب حتى السيد الرئيس الجمهورية ليعطى إنذار لأصحاب الأموال المكدسة في السوق الموازية صحيح السبب هو كثرة الطلب على العملة الصعبة الناس حابت تتخلص من الأوراق النقدية وكتلة اللي مخزنة بل يحولها إلى عملة صعبة ولكن حتى القانون راح يضيق الخناق على الاتجار بالعملة الصعبة هذا ويتوقع أن لا يستمر هذا الارتفاع طويلاً وإنما هو حالة ظرفية سيعود بعدها سعر صرف اليورو مقابل الدينار إلى حالته المعهودة خاصة وأنه لا يعتبر حلاً مجدياً لتفادي إدخال الأموال إلى البنوك الاستمرار هذا ما راح يكون طويل لا في المدة ولا حتى في السعر ما راح يرتفع إلى حدود يعني لربما غير متوقعة لأنه لو مثلاً الحكومة اتخذت القرار بتغيير الأوراق النقدية الأوراق اللي راح تكتسبها أنت عن طريق بيع العملة الصعبة بش راح تدير بيها راح تتعاود تدفعها للبنوك وتتحسب عليها وتتعرض للمسائلة أموال طائلة ما تزال المنظومة المالية لم تستفد منها انذروا رئيس التبون الأخير لأصحابها أخلط أوراقهم وأربكهم ولم يبقى أمامهم من حل سوى إعادتها إلى الحركة الاقتصادية